رئيس مجلس الوزراء كمان اتكلم عن زيارته الاخيرة لمحافظة الاسكندرية اللي زار فيها عدد من المصانع بصحبة وزير النقل ووزير الاستثمار واكد ان الهدف الاساسي للدولة هو تشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية على زيادة الصادرات وزيادة الانتاج دكتور مدبولي اكد انهم عرضوا على سيادة رئيس السيسي رؤيتهم والخطة العجلة علشان تنفيذ المستهدفات على المدى المتوسط والمدى البعيد خلينا نتابع الحاجة الحقيقة برضو الحابب ان انا اتكلم عليها الحقيقة كان فيه زيارة هذا الاسبوع للاسكندرية وحضراتكم طبعا كان عدد منكم موجودين معنا وزورنا الحقيقة عدد كبير من المصانع طبعا بصحبة السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل والسيد وزير الاستثمار ومحافظة اسكندرية وزي ما بنأكد كدولة هدفنا كله هو تشجيع الصناعة في الفترة الجاية وازاي ان احنا نشجع الصناعة الوطنية على زيادة الصادرات وعلى زيادة انتاجها في السوق المحلي ولدينا الحقيقة مستهدفات ومبارح كنا بنعرض على فخامة رئيس في حضور الوزراء المعانيين بالمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية بنعرض رؤيتنا للخطة العجلة لهذا الموضوع والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط ولغاية عشرين تلاتين ولكن الخطة العجلة بنتكلم على السنة القادمة حيتعمل فيها ايه بالكامل بارقامها ومستهدفاتها لهذا الشأن الجزء الاخر من الزيارة الحقيقة يعني وتيحت لي وكنت سعيد بها جدا 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 هو زيارة أصل المنتزى بعد ما تم تطويره وده برضو يرجعني لحجم كان الهجوم والإشاعات والتشكيك اللي كان بيحصل وقت ما الدولة قررت انها تطور أصل المنتزى وأثير ان الدولة هتقطع الشجر وحتشيل كل الأشجار وحتبني وحتعمل وكلام ده كله أذكر حضراتكم الموقف كان ايه في أصل المنتزى احنا كان كل اللي عندنا فيه حوالي 220 غرفة اللي متمثلين في فندق فلسطين دي كانت الغرف الفندقية بقية الأصل المنتزى كان فيه ما يطلق عليها الكبائن الخاصة أذكر حضراتكم اللي كانت بينتفع بيها عدد محدود من الأسر وبعقود كانت قديمة وكانت شتابة طبعا برضو بتجيب العائد الحقيقي للدولة المصرية الدولة اقتحمت هذا الملف المنطقة كانت بتعاني من إهمال كبير وابتدى يحصل تداعي للعديد من خدمات فيها الدولة المصرية اقتحمت هذا الملف توجيه كنسيات الرئيس بتطوير أصل المنتزى عشان يبقى على أعلى مستوى وهنا بتكلم مستوى عالمي يحق الجذب للسياحة العالمية والسياحة المحلية وده اللي انا شفته الحقيقة على الأرض في زيارة يوم السبت اللي عملناه نستبدلنا مناطق الكبائن اللي كانت موجودة بفنادق على أعلى مستوى وبالتالي بقى عندنا النهاردة في أصل المنتزى بدل 220 غرفة بقوا 920 غرفة يعني زودنا أكتر من 700 غرفة إضافية ما زودناش مسطح المباني احنا استبدلنا مباني كانت قديمة ومتهلكة وكان بيستفيد منها عدد محدود بفنادق الأهم أن تم إسناد هذه الفنادق وإدارة وتشغيل هذه الفنادق بالكامل لوحدة من أكبر الشركات العالمية عشان تبدأ تشغل هذه الفنادق وتبقى هذه المنطقة مقصد عالمي للسياحة بالإضافة طبعاً للمصريين اللي حيستفيدوا منها لكن في نفس الوقت تم تطوير الحضائق بتاعة أصل المنتزى عشان المواطن المصري يدخل ويفضل بيتمتع بهذه المنطقة الترفيهية الجميلة وبالتالي بقينا عندنا هناك كل أنواع السياحة فنادق كل المستويات نقدر نقول فيها فنادق الثلاث والأربع نجوم ولغاية الخمس والستة والسبع نجوم بقت موجودة الأهم بقينا محافظين لم يتم المساس بأي شجرة أنا دخلت بنفسي وشفت يعني أحياناً كان فيه بقى بيتعمل المبنى وفي وسطه الشجرة عشان الشجرة موجودة بيتحافظ عليها فاللي أنا عايز أقوله الحقيقة اللي أنا شفته الحقيقة شيء على أعلى مستوى ومش بتكلم هنا كرئيس وزنة أنا بتكلم كراجل مهندس معماري وراجل مخطط شفت أعلى مستوى من التنفيذ في هذا التخصص وهذا النجال وحابب أن أنا أوجه الشكر للهياة الهندسية على أنها نفذت هذا المشروع بهذه الاحترافية ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس من الأول عايزين نحول هذه المنطقة إلى أعلى مستوى بنعظم من أصول الدولة ده تعظيم حقيقة الأصول الدولة هو ده اللي احنا بنتكلم عليه نعظم من أصول الدولة تبقى النهاردة بتدور على أعلى مستوى مع شركات محترفة تجيب عائد للدولة تزود سياحة وتعمل أهداف كثيرة جدا ومبغي يظل المواطن المصري بيتمتع بالدخول لهذه المنطقة ويقدر أنه هو يستفيد منها في هذا الشعر ترجمة نانسي قنقر